التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدى بشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية خالد عباس وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزراء بالعاصمة الإدارية وكذل موقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفقا لمنظومة متكاملة مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارية تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي اشتركوا في القناة